أهلا بكم تقبل الله طاعتكم الشيخ ناصر نتحدث عن هذه الأيام ومن الآيات والأحاديث التي ذكرت فضل هذه الأيام والخير الوفير لها في الطاعة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الفلق أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل أما بعد رب العالمين بتحدث عن هذه الأيام فبيقول واذكر الله في أيام معلومات فهذه أيام ذكر لله سبحانه وتعالى وكما قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يقصد العشر لوائل من ذا الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منها بشيء وهذا دليل على عظمة هذه الأيام حتى أن العلماء قالوا أن عظمتها أعظم من شهر رمضان ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى عظيمة جدا يكفي أن فيها يوم عرفه الذي يطلع الله سبحانه وتعالى فيه إلى أهل عرف ففيقول أشهدكم أني قضى غفرت لكم ويوم الأضحى وهو أفضل أيام على الإطلاق لماذا لأنه تنحر فيه الأضاحي وهي من أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى ابتداء بإبراهيم عليه السلام عندما فداه الله فدا إسماعيل بذبحة عظيم نعم يعني فضيلة الشيخ عندما نتحدث في تفاصيل أكثر حول التفسير الروحي والمعنوي لفضيلة هذه الأيام بالإكثار من الأعمال الصالحة سواء كنا نتحدث عن العادة الأكثر التي يتجه لها الناس في العبادة وهي الصيام صلة الرحم زيارة الأقارب غض البصر الكثير من الأعمال ولكن نتحدث عن أحبها لله سبحانه وتعالى هي لا شك أنه كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال بر الوالدين قيل ثم أي قال الجاذ في سبيل الله بر الوالدين هي رقم واحد وبر الوالدين هي قمة صلة الرحم لأنه أساس الرحم من الوالدين يأتي بعد ذلك في الأجر والثواب الصيام يسأل الكثير هل هو سنة أو غير سنة فنقول لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام التسعة أيام من ذي الحجرة لأنه العاشر محرم صيامه ولكن سنة غير مباشرة كيف سنة غير مباشرة؟ الصيام كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة وكما جاء في الحديث القدسي الصحيح في الصحيحين كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجذي به يقصد بالصوم مشاهر رمضان فقط أي صوم؟ صوم النوافل فهي من أفضل أعمال وأفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى ولكن لا يشترط الإنسان أن يصوم كل تسعة أيام يصوم ما استطاع إنسان ما استطاع يصوم يوم 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 يومين ثلاثة ما في مشكلة ولكن اللي يصومها كلها أفضل كل إنسان حسب عمله وحسب جهده وطاقته ولكن أفضل أيام صيامها بلا شك يصوم يوم عرف لقول النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرف يوم عرف أحتسب على الله أن يكفل السنة السابقة واللاحقة ففي أجر سنتين كاملة يا رب إن شاء الله شيخ ناصر لما تحدث عن هذه الشعائر اليوم نتبدأ مع كل أبناء هذه الأمة الإسلامية شعائر الحج ابتداء مع هذا الشهر وصولا ليوم عرفة هذا اليوم العظيم جدا لمن لم يلتحقوا بالحج كيف ممكن أن نقوم بالعبادات غير الصوم والطاعة وأيضا أحب الأدعية التي يستحب أن ندعو فيها ونتقر فيها لله عز وجل هو بلا شك كيف يستغل الإنسان هذه العشرة أيام نبدأ ببداية اليوم بصلاة الجماعة وأفضلها صلاة الفجر على الإطلاق لقول الله سبحانه وتعالى والفجر نعم يعني خصص الفجر في هذه الليلة العشر لماذا لمكانته قال بعض المفسرين المقصود في الفجر اليوم الأضحى ولكن الصحي أنه كل أيام الفجر فما بالك في العشر الأوائل من ذا الحجة فصلاة الفجر لها فضيلة على كل الصلوات ويكفي قبل الله تبارك وتعالى قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ويكفي بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله يعني في حماية الله تبارك وتعالى إضافة إلى صلاة الفجر من استطاع صلاة الضحى في هذه الأيام الفضيلة خصوصا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاة مصلاة يعني المسجد اللي صلى فيه مش مكان مسجد بشكل عام حتى تطلع الشمس كانت له حجة وعمرة تامتين تامتين فهذا فضل عظيم أيضا المحافظة على صلوات الجماعة الثانية ظهر عصر مغرب عشاء لمن استطاع إلى ياسبيل اللي استطيع اللي ما بيستطيع ما فيه عليه حرج أيضا استغلال هذه الأيام بالإحسان إلى الناس يعني كما قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن طلق أخاك بوجه طرق تبسمك في وجه أخيك طلق صدق يعني هذه السنة شبه معدومة عند الناس تقول الواحد ماشي مكشف تبسم التبسم إليك على أجر فاتبسم في وجه الناس تبسم في وجه أهلك تبسم صحيا أصلا يعود على الإنسان بالصحة والعافية له تبسم من العادات الحسنة التي تعطي صاحبها نفسيات عظيمة نعم في المقابل الكشر شو تعمل في صاحبها تقضي عليه وعلى عائلته كلها بؤس فالتبسم شيء عظيم خصوصا في هذه الأيام المباركة تبسم في هذه الأيام كل من تشوفه تبسم في وجهه عندما تبسم في وجه الناس تقطيها خير تقطيها دفعة تقطيها رحمة ولكن لما تكشر شو تعمل في الناس فضيلة الشيخ يعني شعائر الله من تقوى القلوب عندما نتحدث عن فضل العشر ذي الحجة أيضا نتحدث عن شعائر الحج فبالتالي نتحدث عن الإحرام رمي الجمرات يوم عرفة كل هذه التفاصيل والشعائر التي يقوم بها حجاج بيت الله الحرام أيضا لها فضل وتحسب لهم أجر عند الله سبحانه وتعالى خلينا نتحدث عن هذا الفضل لهذه الشعائر المباركة فضل الشعائر هي بلا شك أساسات الحج فيه عندنا أساسات أركان في الحج فيه عندنا واجبات في الحج أركان الحج إذا قسر في أحد الأركان بطل الحج نعم وأهم هذه الأركان وقفة عرفة وهي أفضل أركان الحج ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة عرفة طبعا أول ركن في الحج بلا شك أنية واشترات في الحج عن غير العبادات التلفظ بالنية وبصوتها لازم قل اللهم إني نويت الحج إذا كان مقرن قل المقرن إذا كان متمتع وإذا كان مفرد ولكن في الغالب التمتع عليه التمتع في راحة للحجاج مش زي المقرن لأنه المقرن بده ظل محرم لا يوم الحج ولكن متمتع بيأدي مناسك الطواف والسعي بين الصفة والمرو وبتحلل من إحرام ولكن المقرن يبقى في ملابس الإحرام حتى أذاء مناسك الحج اللي بداية بعرفة طبعا ثاني أركان الحج هي الطواف بين البيت والسعي بين الصفة والمرو وهي من أهم شاعر الحجلة لأنك تطبق نسك إبراهيم عليه السلام هاجر عندما سعت بين الصفة والمرو لتبحث عن الماء والطعام فكانت هذه سنة إلى أن تقوم الساعة أيضا الطواف في البيت الطواف هو تحية المسجد نعم يعني كيف لما ندخل المسجد بنصري تحية المسجد الطواف في البيت هي تحية لله أنك دخلت بيته الأعظم وهذا البيت هو أعظم بيت وأحب بيت إلى الله تبارك وتعالى ثم يأتي بعد ذلك الوقوف في عرفة وهو أيضا ركن أساسي من أركان الإسلام ثم بعد الوقوف في عرفة يأتي عندنا المبيت بمزدلفة وهي واجب الفرق بين الركن والواجب من الركن إذا ما عملت بطل حجة كله الواجب يفدى بهدي يعني أنا ما بيتش بين المزدلفة بدبح يقول هدي بيت قديت الواجب وما عليه أيضا المبيت بيبنا واجب على الأقل يومين فاللي بات يوم بده يدبح بده اليوم اللي ما باتوش ولكن حجه صحيح يقضى بالهدي وهذا ما نتمنى إن شاء الله أن يتقبل الله عز وجل من حجاجنا وأن يعودوا بالسلامة وسنتابع أكثر في هذه الأيام الفضيلة شكرا لك فضيلة الشيخ ناصر الدين سيد أحمد إمام مسجد الرحمن تقبل الله طاعتكم وكل عام وأنتم بخير بارك الله في كل عام جميع الأمة الإسلامية بخير إن شاء